تأسست كلية التربية الرياضية جامعة صنعاء عام سبعة وتسعين من القرن الماضي تخرج منها مئات الكوادر الرياضية ما تزال تعاني من نقص حاد في الأجهزة والمستزمات الرياضية الشكل المخرجات الثالثة قد يكون هناك مخرجات لنا خاصة للطلاب الذين لديهم الهواية في عدة مجالات مثل العلاج الطبيعي، الطب الرياضي، العلاج الإصابات الرياضية، الإعلام بعض الإعلام الرياضي، نستطيع من خلال المواد أو من خلال المقررات الدراسية قد نستطيع أن نسقل هذه المجموعة بشكل نسبي وليس بشكل أكبر نتيجة الظروف والإمكانية التي تعاني هذه الكلية في عدم قدرة الكلية في فتح أقصام كثير جدا أغلب الخريجين شغلهم في قطاع الخاص، لا يوجد قطاع الحكومة أو قطاع العام السبب واضح جدا أنه لا يوجد تعيين درجة وظيفية من قبل خدمة مدنية أو من قبل وزارة الشباب والرياضة لذلك تلاحظ أن العدد الإقبال على الكلية قليل جدا لو كان في وظائف أو كان خصصت لهم وظائف معينة، تلاحظ أن الوضع يختلف هنا وأن العدد ستزيد في الكلية حالة انعكست على حركة الإقبال على هذه الكلية، ففي كل موسم انتقلوا نسبة التحاق الطلاب بالكلية وبالأخص العنصر النسائي، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء المادية التي يتطلب توفرها لدى الطالب من مستلزمات الرياضية في ظل توقف وزارة الشباب والرياضة عن التزاماتها اتجاه الكلية إضافة إلى اعتماد عدد ضئيل من الدرجات الوظيفية لهذه الكلية تفعنا الإقبال ملاحظة أنه بيقل سنة عن سنة بيقل على دفعتني كان خمسين طالبة تقريبا، الآن عشر طالبات، ثمان طالبات السبب واضح، هناك كان في دعم من وزارة الشباب والرياضة بالباسات، بالمواصلات، بالأدوات الملابس هذا الدعم لحد الآن تضاءل هناك القانب العملي والقانب النظري، هناك الطالب يدرس مواد عملية ومواد نظرية، ولكن المواد العملية مثلا زي كرة القدم، زي السباحة، زي العاب القوى، زي الملاكمة زي الألعاب المتواجدة في جميع الأندية الموجودة الأدوات طبعا احنا بحكم أنه الأدوات طبعا تعرف أنت من خلال الاستهلاك ومن خلال هذه الأمور وحنا بنطالب عمادت الكلية توفير الأدوات وهي طبعا استقابت لعملية أنه شير الأدوات من القامعة والقامعة طبعا تأخذ الإقراء الروتيني الممل تعتبر الكلية الرافد القوي للاتحادات الرياضية من خلال مدهم بالخبرات المتخصصة للاستفادة منهم في رفع مستوى الرياضة في بلادنا ما يستدعي إعادة النظر فيما تحتاجه الكلية وإعطاءها ما تستحقه عطفا على الدور الذي تقوم به ضياء الحسامي لبرنامج أضواء سهيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر